السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم بأول فيديو على القناة هاي قناة شروحات ساروتي وهن راح تلاقوا شروحات بسيطة وسريعة عن نظام ويندوز وبرامج وتطبيقات مختلفة وكمان شوية أفكار تساعدكم وتسهل عليكم استخدام الويندوز فلو حبين تعلموا أشياء جديدة كل فترة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس طيب اليوم راح نحتي عن شغلة كتير ناس تسأل عنها وهي كيف نغير شكل قائمة إبدأ وشكل تاسك بار شريط المهام بويندوز 11 من الشكل الممل هاد بنا نعمله ستايل مرتب وأنيق تابعوني خطوة بخطوة وما راح نستخدم أي شيء معقد كله شرح بسيط وسهل أول شيء منفتح الموقع ومنروح على البرنامج هاد اسمه ويندهاك بعد ما منحمله ومنعمله تسطيب بيفتح عنا بالشكل هاد منروح على إكس بلور ومنضغط على ويندوز ستارت منيو ستايلر ومنعمله انستول طبعا هاد البرنامج بيسمح لك تغير شكل قائمة إبدأ وشريط المهام وعدة أمور بالويندوز بعد ما بتتحمل الآداء منروح على الملف هاد اللي راح ترك رابط تحميله بالوصف ومنروح على الكود اللي هو اسمه ستارت منيو ستايلر منفتحه ومنعمل كونترول اي كونترول اي كونترول اي مشان نحدد النص كامل كونترول سي مشان ننسخه ومنرجع ومنفوت على الآداء نفسه ونروح على Advanced Mode Settings ومنمسح الكود الموجود ومنضيف الكود تبعنا بنعمل Save اول ما نعمل Save بنرجع بنفتح قائمة إبدأ ومنلاحظ كيف تغيرت للشكل الزجاجي والشكل الشفاف هاد هلا بنا نغير قائمة نغير Style قائمة شريط المهام بنرجع على نفس البرنامج على Windows Taskbar Styler Details ونعمل له Install بعد ما نزلت الآداء بنرجع على الملف بنروح على الكود اللي هو Taskbar Styler بنفتح الملف ومثل ما عملنا Ctrl A بنحدد النص كامل Ctrl C بننسخه ونرجع على Advanced Mode Settings ونمسح الكود الموجود ونضع الكود تبعنا اول ما نعمل Save بيتغير عنا شكل Taskbar مثل ما لكم شايفين كيف تغير للشكل الشفاف هكذا منكم خلصنا شرحنا لليوم اذا عجبك الفيديو لا تنسى تضع Like وتشترك بالقناة واكتب لي بالتعليقات شو حارب وتشوف بالفيديو الجاي وبعدك اشرح لي بطريقة بسيطة وسريعة